موسيقى يأتي تنظيم هذه الأيام تكوني لفائطة طلبة الدكتوراه في إطار تصوير جديد دابة مختبر تخصوصات البنية في العلم الاجتماعي على تنظيمه منذ الدورة الأولى وقد خصنا هذه الدورة التي اسميناها لفائطة الدكتوراه الأنطيق ديسيكلينار بتصوير جديد حاولنا من خلاله أن برمجة مجموعة من التكوينات وهي عبارة عن برنامج ثانوي متكامل يستجيبوا الاحتياجات الإبستيمولوجية والمنهجية والنظرية للطلبة ووزعناها على محاور كبرى تهم قضايا إعداد الأطروحة في مجال العلوم الاجتماعية واللغة من منطقين إبستيمولوجي ونظري ومنهجي عبر ثلاث محاور أسيستية منذ العملية الأولى للإعداد ووصولا إلى المناقشة وبالتركيز أيضا على كفية إعداد وبناء الإشكالية في العلوم الاجتماعية أهمية هذه الأيام التكوينية السنوية أيضا تتمحور وتركز حول المصاحبة النفسية في تدبير الزمن الجامعي لفائدة طلبة الدكاتيرا وهو موضوع في غاية الأهمية وفي غاية التعقيد بالنظر للإشكالات التي يعاني منها الطلبة في تدبير زمنهم الجامعي على امتداد ثلاث أو خمس سنوات محور آخر هو بالأهمية بالأمكان ويتعلق بكيفية إدماج الطلبة في عملية البحث العلمي والنشر وبالتالي سنخصص أيام تكوينية تخص كيفية إعداد وإعداد مقالة للنشر في المجلات العلمية المصنفة منذ مرحلة الإعداد وإلى النشر ثم نختتم هذه الأيام التكوينية السنوية وفق تصور جديد ومتميز لمختبر التخصصات البينية في العلم الاجتماعية وفي إطار تنزيل تجربة فريدة من نوعها وهو ما يتعلق بالابخيسوتنانس نحاول من خلاله أن نمكن طالب من آليات مناقشة أطروحته الجامعية عبر كيفية إعداد العرض وعبر كيفية إعداد أسئلة المناقشة وعبر آليات من طبيعة الحال تقديم أطروحته الجامعية أمام الجنة متكاملة تتكون من أساس دا وأستاذات تمونة لشعبة علم الاجتماع بمختبر التخصصات البينية بالعلوم الاجتماعية وهو ما سيمكن طلب الضكاترة المنتمينة للمختبر وباقي المختبرات الأخرى من تجريب أطروحتهم للمناقشة والتغلب على الصحوبات التي تعترضهم في إطار مناقشة وإعداد أطروحتهم الجامعية إذن نعتقد بأن هذه الجلسات التكوينة وهذه الأيام التكوينية السنوية هي عبارة عن تكوين متكامل بثلاث لغات باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية على اعتبار أننا سنخصص يوم متكوينيا خاصا بالمقاربة الأنجلوسكسونية في مجال البحث العلمي وأيضا بمقاربتين تشمل أساس دا وأستاذات ينتمونة لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بأقادير ونتمنى التوفيق للطلبة ترجمة نانسي قنقر